النهاردة استقبل فخمة الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير القوات المسلحة الفرنسية سباستيان لكوغنو طيب الرئيس قعد مع الجنرال سباستيان وبدأوا يتكلموا بيتكلموا على ايه؟ طبعا على الوضع الراهن التطورات اللي بتحصل في قطاع غزة بمنتهى التحديد الرئيس اكد على يجب تجنب التساع دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة وهنا اقدر اقول لك حاجة يا لطيفة بصوا يا سيداكرة لو الوضع بتاع غزة ده فضل مستمر بالطريقة دي هو هتتسع دائرة الصراع طيب فيه ناس مش فهمة ماذا بعد التساع دائرة الصراع يعني الميليشيات اللي موجودة في المنطقة يعني هتبدأ تنشط وهتبدأ تشتغل وما الى ذلك طيب ده معناه بمنتهى البساطة بالنسبة للأوروبيين يعني موجات من الهجرة غير الشرعية على أوروبا وهجرة شرعية معناها انه محدش عارف اللي مسافر ده قصته ايه يعني الخوف كل الخوف على أوروبا من موجة إرهاب عاتية وده كلام يفهموا الأوروبيين الأمريكان كما جرت العادة بيننا وبينكو كلكو محيط فيش حاجة اسمها هجرة شرعية من العالم القديم الى العالم الجديد مفيش مين اللي هيعدي المحيط بمركبة ولا لانش بفلوكة يعني لكن في المتوسط بحيرة طيب اذا عشان بس تبقى فاهم طيب من ناحية تانية ايضا فخامة الرئيس استعرض للجنرال سباستيان كولوكورنو الجهود المصرية المكثفة علشان نقدر نوصل لوقف اطلاق النار ادخال المساعدات الإنسانية التي لم تتوقف أو بالأدق لم ينغلق أمامها معبر رفح على الإطلاق وزي ما بقولك ولو ساعة بالإضافة لده استقبال المصابين من أهلنا الفلسطينيين اجلاء الرعاية الأجانب طيب الوزير الفرنسي الحقيقة ثمن كفة الجهود المصرية المتواصلة وأشد بالدور المحواري والرئيسي المصري واللي هو شايف بمنطوقه وبمصطلحه أنه مصر تفعل ذلك للحفاظ على أمن واستقرار الإقليم ده الدور المصري قدام العالم مصر هي القادرة على الحفاظ على أمن وسلام الإقليم الأوروبيين بدأوا يستوعبوا بشكل أبعد وأسرع بكتير وأكثر عمقا من استيعاب الأمريكان الأمريكان لسه بيشاوروا عقلهم بعض النواب أعضاء الكونجرس عاديين بيفكروا يحصل شوية منوشات خناءات ضغوط إلى آخره لحد اللحظة اللي احنا فيها لسه مجرش شيء كبير مهم يخلينا نقول أنه الأمريكان هيغيروا طريقة التعامل على الأقل خلال هذه الحرب وزي ما كنا بنقول أنه مجلس الأمن المفروض أنه هيصوت على مساودة قرار ونحن في الانتظار